الحديث أكثر ينضم إلينا في الستيديو أستاذ العلوم السياسية دكتور منيف ملافق مساء الخير دكتور منيف أهلا وسهلا أستاذ إسماعيل وأهلا بك معنا في عيني خامسة بدأتا دكتور العلاقات أو العلاقة السعودية القطرية مرت بعدة مراحل كيف تكره هذه المراحل؟ الحقيقة العلاقات السعودية القطرية هي علاقات تاريخية بالدرجة الأولى قطر ترتبط مع المملكة العربية السعودية بوحدة الجوار الأمور الاجتماعية العلاقات الأسرية وبالتالي هذا عمر طبيعي لكن هذه العلاقات نستطيع أن نصفها بأنها مرت بالرغم من ثباتها لكنها مرت حقيقة بنوعا من التغيرات في ظروف زمنية مختلفة لكن هذا لا يعني الحقيقة أو لا يؤثر على طبيعة العلاقة القائمة بين المملكة وبين قطر عطفا على القرب والموقع الجغرافي ووحدة اللغة ووحدة الأصل وعوامل كثيرة الحقيقة تربط المملكة العربية السعودية بقطر في منظومة مجلس التعاون الخليجي نعم يعني صدر بيان بين المملكة وقطر ما أبرز أو ما هي النقطة التي ربما يعني نقدر نقولها دكتورا أن هذه نقطة مهمة في البيانة البيانة الختامية الحقيقة في البيانة الختامية أو البيانة بين المملكة أو المملكة في البيانة الذي صدر هناك تركيز على الأمور الأمنية بالدرجة الأولى والأمور العسكرية وهذا الحقيقة أمن البلدين هو عامل مهم جدا في عملية التشاور وعملية التنسيق الجهود في هذا الاتجاه أمن الخليج بشكل عام أيضا نقطة أساسية وطرحت بلا شك في أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان زيارتها الخليجية كل هذه الأمور الخليج تعرف بأن منطقة الخليج بشكل عام منطقة استراتيجية ومنطقة مهددة وتخضع الحقيقة لأطماع دولية ولبس نفوذ ولعوامل كثيرة وبالتالي أمن الخليج والتنسيق بين دول منطقة الخليج لحفظ أمنها هذا هو الواجب الرئيسي الحقيقة أو هذا هو الدور الأساسي الذي يقوم به تقوم به المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع الأشقاء الخليجيين في الدول الخليجية فأنا أعتقد أنه البيانة الذي صدر ركز على الأمور الأمنية وحفظ الاستقرار في منطقة الخليج بشكل عام وفي قطر والمملكة العربية السعودية بشكل خاص لذلك أضف إلى ذلك الجوانب الأخرى وهي الجوانب الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الخليج العربي نعم هذه نقطة مهمة جدا لأنه لو رجعنا حقيقة إلى الدورة الـ 36 التي عقدت في 2015 والتي تبنت رؤية خادم الحرمين الشريفين لمستقبل منطقة الخليج أو مجلس التعاون الخليجي تحديدا لو وجدنا أنها ترتكز على العامل الاقتصادي تحقيق التكامل الاقتصادي بشكل كبير لإنشاء سوق خليجية مشتركة تؤدي مستقبلا إلى وحدة سياسية على الأقل في السياسة الخارجية كما يحصل في الاتحاد الأوروبي نعم وتبنت القمة هذه الرؤية وعملت على تحقيقها إضافة إلى ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين من الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لذلك عندما نقرأ التاريخ نجد بأن المملكة العربية السعودية هي التي طرحت مشاريع كثيرة في مجلس التعاون الخليجي ولا قد قبولا وصدا فيما يتعلق بتشكيل مجلس خليجي فاعل يضم دول الخليج العربي ويخاطب العالم بلغة واحدة أبقى معي دكتور الآن نشاهد على شاشة الخبارية استقبال رسمي لولي العهد في قصر الصخير بالمنامة بمناسبة زيارته الرسمية إذن استقبال رسمي لولي العهد في قصر الصخير بالمنامة بمناسبة زيارته الرسمية أعود إليك دكتور منيف أنت تحدث عن نقطة مهمة دكتور منيف قبل قليل ذكرت أنه سوف ننتقل ربما من التعاون إلى الاتحاد الاتحاد خليجي ولكن لابد أن يكون هناك خطوات تتخذ ما مدى أهمية هذه الخطوات أن تتخذوا خاصة نحن نمر في ظرف ممكن يقول أنه المنطقة الشرق الأوسط ومنطقتنا بالذات بالطريقة أستاذ اسمعي دائما الدول الحقيقة عندما تعمل على إيجاد منظومة سياسية قوية تخاطب بها العالم وتحل بها المشاكل ويكون لها كلمة ولها صدى وتأثير دائما تبدأ هذه الخطوات بخطوات اقتصادية وهذا ما يقوم به سمو الأمير محمد بن سلمان الآن في زيارته لدول الخليج العربي تحقيق التكامل الاقتصادي يحتاج إلى خطوات تبدأ بالاتفاقيات التناعية ومجالس التنسيق ولاحظ بأن المملكة العربية السعودية نجحت إلى حد الآن في عاملين وما زالت الأمور الأخرى قادمة في الطريق العامل الأول هو عملية الربط الخليجي بالطرق البرية بين المملكة وجميع دول الخليج العربي العامل الآخر هو إنشاء مجالس تنسيقية مشتركة بين المملكة وبين دول الخليج هذين العاملين هم الأساس الحقيقي لعملية الوحدة الاقتصادية عندما تصل إلى مرحلة التكامل نحن ننظر إلى هذا الأمر من منظور أن هذا التكامل الاقتصادي سيؤدي إلى وحدة اقتصادية تسهيل تنقل البضايع والأفراد والفرص التجارية والتعرفة الجمهورية ستشاهد منك دكتور عضل عام قاطعة ستشاهد منك أن المجالس التنسيقية التي مع دول الخليج كانت تقول لدكتور أنه ستكون هي العمود الفقري بين دول الخليج وستكون رابط سياسي واقتصادي واجتماعي في الأصل بالتأكيد هي ستحقق رابطة اقتصادية تنتقل بعدها إلى رابطة سياسية لاحظ أن هناك ثلاث ملفات رئيسية هي المهمة في منطقة الخليج وفي جولة سمو الأمير الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف الأمني والعسكري هذه ثلاث ملفات رئيسية تلقي بهمومها وظلالها على منطقة الخليج بشكل عام على دول الخليج ولذلك عندما نرى هذه الاتفاقيات وهذه التفاهمات التي توقعها المملكة مع دول الخليج هي الحقيقة عامل ربط يربط دول الخليج من الناحية الاقتصادية لأنه دائما نهضات الأمم تبنى على اقتصادها كقاعدة كقاعدة رئيسية وبالتالي عندما تنهض منطقة الخليج ويتم تبادل المصالح وتتشكل وحدة اقتصادية بين دول الخليج هذا يفتح المجال ويفتح الباب لوحدة السياسية على الأقل فيما يتعلق بموقف خليجي موحد من قضايا العالم العربي والقضايا الدولية طيب دكتور خني أذهب إلى هذا البيان ما بين السطور في هذا البيان أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته ما بين السطور بشكل جدي وفعال كأنها إشارة أو دلالة أو رسالة ما رأيك دكتور؟ هي حقيقة هي رسالة هي رسالة ولاحظ أن هذا المضمون ورد في البيان الذي صدر البيان الذي صدر أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للإمارات لاحظ أن نفس اللغة متقاربة إلى حد كبير توافق هناك توافق خليجي على أن إيران تشكل تهديداً لمنطقة القليج سواء في برنامجها الصاروخي والباليستي أو البرنامج النووي وامتلاك السلاح النووي وكان هذه الرسالة توجه إلى العالم لأن دول الخليج لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حماية أمنها القوم فهذه الرسالة هي رسالة حقيقة واضحة ويتفق عليها حكام الخليج نعم كان معنا في الستيديو أستاذ العلوم السياسية الدكتور منيف الملافق شكراً جزيلك الدكتور منيف على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً